الناس بتنسى خطاب محمد مرس يوم 2 يوليو 2013 اللي قال فيه دمي دمي فداء للشرعية ولو الناس ناسية الخطاب العنيف الإرهابي الممحط على منصات رابعة احنا هنقتل وهنفخخ وهنفج الجر وكنت تسأل نفسك الكلام ده بيجبوه منين؟ تب الاسلحة دي جاي لهم منين؟ تب الكلام ده السقة دي كلها ما كناش نعرف اولا ما يحدث في سيناء عايز اقولك هو انت جيم مخابرات انت والعجيب والغريب جدا ان انت تلاقي كوكتيل مخابرات موجود مخابرات الامريكية مخابرات التركية بتمويل قطري انا عارف ان انتوا علاقتكم بقطر هنا في عندكم حساسيا ان الواحد يقولي الكلام ده بس انا بقولي الكلام ده لله سبحانه وتعالى عشان الناس تاخد بالها من اللي بيحدث ده عشان الناس تاخد بالها من اللي بيحدث ده اللي بيحدث في مصر ليس الاخوان لوحدهم هم الاخوان في الصورة وبغباء سياسي وبغباء حتى حركي يعني ممكن يبقى فيه حاجات مش هم اللي عاملين انما بيستغلوا زي ما قلت لحداتك بيستغلوا ان انتوا في خلاف مع الدولة المصرية فالبسوا وهم بيبقوا فرحانين ورادين وتلاقي الخانوات بتاعتهم المتخلفة مهنيا يطلعوا فيه شماتة يا اخي انت بتشمت في امك وابوك واخوك ما هو ده في الاخر في الاخر ده ابن اهلك ده دمك وبعدين انا برضو اربع احنا عايزين نقيه تسمية المصالحات انا ارجو نقول الخوارج نقول الاخوان اي حاجة ما نقولش لان الاسلام ليست لها علاقة لان الغرب لو دفع مليارات المليارات لتشويه الاسلام ما كانش هنجح جما نجح هقول حاجة تانية عايزة اقولها لك هناك ربيع فعلا في المنطقة تعيشوا اسرائيل وحدها صحيح انا عيدك هناك ربيع في المنطقة تعيشوا اسرائيل وحدها اما باقي الدول العربية كلها فهي تعيش خريف اسود يعني هذا الربيع كله كان لمصلحة اسرائيل يا اخي مفيش عملية وحدة فيه جماعة منحطة اسمها جماعة انصار بيت المقدس متخلا ان بيت المقدس موجود في الفرافح مش متخلين من ناحة تانية فللأسف نحن في حاجة ملحة لقدر كبير جدا من الفهم وان ده مش وقت الناس تمسك العصاية من الوسط اذا كان فيه قناة او جريدة او سياسي لسه ما زال بيمسك العصاية من الوسط انا وجهة نظري ان الحياة في وقت الحرب ده هو خيانة لماذا عاد ترجمة نانسي قنقر